فضيلة الشيخ بعض الناس يخوض في بعض الآيات أو بعض الأحاديث ويقول أنا لا أدري وهذا قصدي هؤلاء الذين يخوضون فضيلة الشيخ ثم يعتذرون لا يجوز الخوض في آية الله وحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم وبصيرة فلا يجوز الخوض فيها فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعلم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا يجوز الخوض في آيات الله كتاب الله وسنة رسوله لا يجوز الخوض فيها بغير علم نعم